عقد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقرة اجتماعا مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بالديوان الأميري صباح اليوم وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدولة قطر حيث تم خلال الاجتماع استعراض شامل للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والسبل تنميتها وتطويرها بالشكل الذي يدفع مجالات التعاون الثنائية نحو آفاق أرحب تحقق الطلعات البلدين في هذا الجانب وخلال اللقاء نقل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى إلى أخيه أمير دولة قطر الشقيقة وتمنيات جلالته للدولة الشقيقة المزيد من التطور والنماء فيما رحب صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤكدا على أهمية الزيارة التي يقوم بها سموه وبدورها في استكمال أوجه الدعم الذي يقدمه سموه لتقوية وتنائية التي تربط البلدين كما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الجانب أن زيارة سموه لدولة قطر الشقيقة تجسد المستوى العميق للعلاقات التاريخية المتجذرة بين بلدين وتدعم التعاون الأخوية المتين الذي يربط بين البلدين كما أنها تعزز انسجام المواقف والحرص على زيارة التنسيق في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة إضافة إلى ما تحمله من تأكيد على السعي المتبدل لتعزيز التشاور وزيارة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك واتفق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الأمير دولة قطر على أهمية الإسراع بخطة تعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات مؤكدين سموهما بأن المجال مفتوح أمام دخول مجالات جديدة إلى منظومة التعاون الثنائي بين البلدين في ظل الأفق الرحب الذي تتيحه علاقاتهما المتميزة لتحقيق أفضل نتائج على صعيد هذا التعاون وعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير لأخيه أمير دولة قطر الشقيقة على ما وجده سموه هو الوفد المرافق من حوفاوة استقبال وكرم ضيافة يعكس طبيعة العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين كما استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأخوه أمير دولة قطر جملة من الموضوعات ذات الصلة بالتطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة ترقية وتطوير يساليب التعاون والتنسيق لتكون بالمستوى المتطور الذي يجعل دول المجلس أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية بشقيها الأمنية والاقتصادية وأكد سموه أيضا بأن الحاجة لمزيد من التكامل على كافة المستويات باتت اليوم ضرورة أكثر من أي وقت مضى وأن مملكة البحرين تدرك ذلك وتحرص على إرساء تعاون نموذجي يؤدي إلى الأفضل على الصعيد الثنائي أو الدولي بما يحقق الأفضل الدول المنطقة وشعوبها هذا وتكريما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قام أمير دولة قطر الشقيق مأدوبة غداء كبرى حضر هاسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر واسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر ومعالي رئيس الوزراء القطري وكبار المسؤولين بالدولة الشقيقة